أرض لا تبقي ولا تذر ولم ينج منها أرض ولا بشر هذا هو حال الحروب تأخذ كل ما تجده في طريقها وفي السودان يخشى المزارعون على أرضهم من أنتبور في ظل عدم قدرتهم على زراعتها بسبب الحرب وتسبب نقص الاعتمان من البنوك وارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية مثل الأسمد والبذور والوقود في تأخيرات في زراعة محاصيل مثل الضرى الرفيعة هناك تأخيرات في المزارع التجارية الأكبر التي تنتج الصادرات وكذلك الضرى الرفيعة تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية بسبب القتال وعمليات النهب والقيود البيروقراطية كالجانبين يعرقلوا عمليات الإغاثة بما في ذلك توصيل المواد الغذائية وتشير الظروف المتدهورة للمزارعين إلى أن أزمة الجوع التي تلوح في الأفق قد تكون أسوأ مما توقعته الأمم المتحدة وعمال الإغاثة وقالت الأمم المتحدة في مايو أنها قدرت أن عدد الجياع في السودان سيرتفع إلى أكثر من 19 مليون بحلول أغسطس بسبب الصراع من شأن النقص في المواد الغذائية الأساسية الذي تفاقم بسبب نهب المستودعات في مدن مثل العاصمة الخرطوم أن يزيد من تفاقم أزمة الجوع التي تتفاقم بالطراض في السنوات الأخيرة كما يمكن أن يشل سبل العيش ويحرم السودان من العمولات الأجنبية اللازمة لاستراض السلع الأساسية حيث شكلت المحاصيل النقضية مثل السمسم والفول السوداني 1.6 مليار دولار من عائدات التصدير في عام 2022 وفقا لأرقام البنك المركزي ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو يعمل ما يقرب من 65% من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في القطاع الزراعي وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إنها بدأت في توزيع طارئ للذرى الرفيعة والفول السوداني وبالذر السمسم وقال برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة إنه سيواصل تحليل الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة وبعد موسم الزراعة والحصاد اشتركوا في القناة